تعالوا نروح بقى للدنمارك لأنه في الدنمارك كان أعتقد كان موقع دوج فيلا على ما أتذكر كان ناشر هذا التقرير ونشرت أيضا تفاصيله سكاينيوز أريبيا ومش بس كده عملت لقاءات مع مواطنين في الدنمارك فلقيت في المحتوى بتاع التقرير بيدينا إزاي السلوك الاستهلاكي للمواطنين في الدنمارك اختلف التقرير بيقول أنه معدلات التضخم اللي في الدنمارك بتشهدها الأول مرة من 40 سنة أعتقدوا مكاسين 11% وشوي وبعدين بيتكلموا عن دراسة تمت للنمط الاستهلاكي للمواطنين ووجدوا أنه استهلاك المواطنين انخفض بمعدل من 30% ل40% بصفة عامة في الدنمارك وسكاينيوز أريبيا عملوا لقاء مع واحدة من المواطنات الدينماركيات عيشة في أحد أحياء كوبنهاجن الراقية حي راقي المفروض أنهم أسرة ميسورة الحال ظروفهم كويسة فالأسرة دي وهذه السيدة بتتكلم عن أنه في معاناة هم عايشينها في اللحظة دي تكليف المعيشة بقت غالية جدا فخلتهم يغيروا عادتهم اليومية المواطنة اسمها كارينة كارينة كيف بتقول أنها نزلت تطبيق على التليفون لأنه وجدوا الفترة اللي فاتت أسعار الطاقة بتختلف من ساعة للتانية أسعار استهلاك الطاقة في المنازل بتختلف من ساعة للتانية فنزلت التطبيق ده عشان بتتابع من خلاله أسعار الطاقة أول ما تلاقي أنها انخفضت شوية تبدأ تقول بإيه الحاجات المهام المنزلية تشغل بقى الغسالة وغسالة اللباء ومش عارف يقول حاجات اللي بتستهلك الكهرباء أول ما تلاقي على التطبيق أنه سعر الطاقة ارتفع في اللحظة دي تقوم قافلة كل حاجة إيه ده؟ إيه الدماغ دي؟ سؤلت أنت التطبيق ده موجود عندك من قبل كده قلت له ولا كنت تعرف أصلاً أن فيه تطبيق بيعمل حاجة زي كده أنا نزلته دلوقتي عشان الظروف اللي احنا عايشين فيها جوزها بقى بيقول بقت عاملة زي البوليس بالنسبة لها زي الشرطة كده في البيت باش تشوف أي حد بشغل حاجة كهربة في اللحظة اللي فيها أسعار الطاقة مرتفعة يقول إيه لو سواد دليل وهو بيقول إحنا حتى على مستوى حياتنا المعيشية لا بقينا بنشتري أقل بكتير سواء مستلزمات اليومية أو في الموسم بتاع الكريسمس اللي داخل فبنشتري بقى لبسو بتاعه لا فيش الكلام ده مصفاتنا على الجزء الترفيهي اتلغت لأنه بيحاولوا بقدر الإمكان أنهم يتمكنوا من توفير بعض الفلوس عشان يقدروا يتداخلوا مجمع للقصة يعني بتقول إيه بتقول أنه النمط الاستهلاكي مش بس في الدنماركد الدنماركد ده كنموذج اختلف في أوروبا بصفة عامة كنوع من محاولة يعني أنهما يتعايشوا مع الظروف اللي موجودة في أوروبا في الوقت الراهن بسبب الارتفاعات الرهيبة في أسعار الطاقة تاني ولا بقول اللي بيشوف مشكلة غيره بتكون عليه مشكلته ولا بس أنا بقول لحضراتكم الناس بتتعامل إزاي في الظروف اللي موجودة في الوقت الراهن وبدي نمزج لحضراتكم يعني الدنماركد ديل والدول الإسكندنافية كلها دايما بتصنف من الدول المرفهة الناس يعني إيه مبسوطة حتى بيقولك من كترة ما معندهمش مشاكل ساعات في السويد الناس بتصبح حالات نفسية والله مهم يعني